بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام أو في برنامج مظامير داود أينما كنتم ورحبوا بكم في هذا البرايم الرابع من مسابقة مظامير داود لصغار حفظت القرآن الكريم استمتعنا بنماذج قرآنية تميزت وأبدعت في ترتيل وحفظ القرآن الكريم طيلة البرايمات السابقة تنافس كبير بين البراعم المسابقة أوشكت على الانتهاء لنتعرف في البرايم المقبل على النجوم الذين يتأهلون إلى الدور النصف النهائي بعدها نتعرف على نجوم هذه الطبعة الذين ينتقلون إلى البرايم النهائي من مسابقة مظامير داود في هذا البرايم الرابع سيتنافس معنا كل من البرعم أيمن أجر من الجزائر العاصمة برفقة فيصل عجاج من ولاية تلمسان أيضا يكون معنا زهير حود نيسا من ولاية ورغلا ومن ولاية أشلف تكون معنا المداحي رونق ابنة هذه الولاية التي نصور فيها هذا البرايم من مسابقة مظامير داود من فندق الميرادور بولاية أشلف فمرحبا بكم في هذا البرايم ونرحب معكم بأعضاء لجنة التحكيم ونبدأ مع الدكتور والبروفيسور كمال قدة مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا شرفتنا مرحبا أهلا ونرحب أيضا بالدكتور عبدالقادر براهمي مرحبا بك دكتور أهلا مرحبا بك وفي الختام نرحب بالأستاذة والدكتورة رافيا أهلا مرحبا بك أستاذ مرحبا نفسك إذن مشاهدي الكرام أجدد بكم أيضا الترحيب أنتم تتابعون الآن مسابقة مظامير داود في برايميها الرابع وأبدأ مع الأستاذ والدكتور كمال قدة مرحبا بك دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا بكم أهلا وسهلا دكتور طبعا الكثير من الملاحظات الكثير من الانتقادات الكثير من دروس الدعم قدمت لمختلف المتسابقين الذين يشاركون معنا في مسابقة مظامير داود في طبعتها الرابعة يعني هل من ملاحظات أخرى يمكن أن تفيد بها المتسابقين على غرار الملاحظات التي قدمتموها سابقا بسم الله الرحمن الرحيم أنا دائما أقول لابد أن يتميز أبناؤنا بالأداء الحسن الأحكام التجويد يستطيع الإنسان حصرها الأشياء التي تكتسب كالمهارات مهارات الأداء وتقنيات الأداء هذه هي التي أركز عليها دائما لا يخفى عليك أنا دائما أشارك في مسابقة تيجان النور بقطر في قناة جيم كل الدول ترسل أفضل ما عندها ومن عندها من القراءة المتقنين الضابطين خاصة في مجال الأداء ما زال إلى الآن أبناؤنا الصغار لم يصلوا إلى المرحلة التي نريدها ونرغب فيها أنا أعرف صغارا من مصر ومن المغرب بالأخص ومن بعض البلاد العربية وحتى البلاد غير العربية يحاكون الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباصل عبد الصمد والشيخ الحصري بل زادوا عليهم فنيات أخرى ما زال أبناؤنا في مجال الأداء يعني اسمحوا لي أن أقول ناقصين بعض الشيء فأنا أتمنى أن تكون مزمير داود في طبعته هذه والطبعات القادمة إن شاء الله عز وجل تكون بداية لإنشاء مدرسة تهتم بالأداء يسيد الأداء الطابع الجزائري المقام الخماسي الذي يقرأ به القارئ الجزائري المشهور قارئ خالد غريسي وهو تلميذي يقرأ بالمقام الخماسي الذي تميز عن كل الدول بقراءته نريد نريد لبلادنا أن يتميز أبناؤنا في جانب الأداء القرآني يعني مزمير داود يعني لو يقدر لها أن تأتي بالجديد نقول لها جانب الأحكام والأحكام التلاوة والتجويد وما إلى ذلك اهتم به المشايخ الذين يرسلون أبناؤهم يا سيدي خلي مزمير داود تكون سبب في إنشاء معهد لتعلم فنيات القراءة والإقراءة والأداء هذا هو والله وعلا نعم دكتور ومنك طبعا أستنبط سؤالي للأستاذة رضي أهلال إلى أي مدى أولا الكثير من المشاهدين يتابعون مسابقة مزمير داود يتابعون الملاحظات يتابعون أيضا الانتقادات التي تقدمها للبراعم إلى أي مدى يمكن أن نعتبر مسابقة مزمير داود محطة تعليمية أو كما أسميتها مدرسة مزمير داود لتعليم أحكام الترسيل والتجويد والأداء بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته سؤالك جد دقيق وجد رائع في الحقيقة أشكرك عليه وفي الحقيقة أجيب من حيث قوانين ووضع أبجديات المسابقات عالمياً لا تعتبر المسابقات محطات تعليمية لا تعتبروا كذلك لماذا؟ لأنها فقط ترى المتسابقة يقرأ واللجنة تعمل عملها والمشاهد لا يفهم ربما بما تقوم به اللجنة ثم يحترم قرار اللجنة ويرتكن إلى حكمهم لأنهم أهل الاختصاص في ذلك سواء رضي الجمهور العام أم لا لكن مسابقة مزامير داود والمسابقات التي تشابه هذه المسابقة أستطيع أن أقول محطة تعليمية ليس محطة تعليمية أكاديمية بمنهجها المعروف لكن محطة تعليمية من حيث ماذا؟ من حيث أولاً التقاء الطلبة التقاء المتسابقين واختلاف مدارسهم ومشايخهم فهذا الاحتكاك موجود في كل المسابقات فهو في الحقيقة وهم يراجعون على بعضهم البعض ويتشاورون ويعرضوا البعض على الآخر فهو تتسع مدارك المتسابق وتتسع أيضاً معلوماته أيضاً من خلال حتى هذا الاحتكاك وكثير من الطلبة يقدمون إلينا بصحبة مشايخهم ما شاء الله ما شاء الله فهذا يصنع جو تعليمياً مميزاً وأيضاً الجو الآخر والذي نتعمده نحن في الحقيقة في كلجنة مسابقة مزامير داود تميزت بهذا أن اللجنة تتعمد إعطاء بعض المعلومات العلمية وبثها عبر التلفزيون ربما السائل يقول الأستاذة أو الشيخ الدكتورة لأي كان من أعضاء اللجنة يكلمون التلميذة الصغير بما لا يفهم لا هو يفهم في الحقيقة هذه مصطلحات يعرفها أهل الفن لكن أيضاً نسوقها حتى لمشايخهم فالملاحظة في العادة نسجلها للطالب إن لم يدركها الطالب حتى من سيدركها شيخه وشيخه سيلقنها لهذا التلميذ فهي إذن محطة تعليمية بامتياز صح شكراً لك أستاذة موفقة في هذا الفرايم وأختم مع الشيخ عبدالقادر براهمي مرحباً بك شيخ أهلاً وسهلاً بك أخي رضوان تحية طيبة لك ولمشاهدين الكرام نعم سيد الشيخ مسابقة مزامير داود لم تكن مثل بقية المسابقات جمعت الأكفاء أيضاً جمعت المصابون بمرض التوحد وأسميناهم الموحدون لله سبحانه وتعالى ما شاء الله كما أسميهم الدكتور كامال قدة يعني كيف يكون التقييم كيف يكون التفريق بين هؤلاء البراعم هذه الفئة كيف يتم تقييمها الكثير من المشاهدين يتسألون أنس الذي أبدع في سرد الحديث وأيضاً كما سنتابع أحلام في هذه الصهرة أيضاً متوحدة ولها قدرات عجيبة وخارقة كيف يتم تقييمهم وضمهم لمسابقة مزامير داود بارك الله فيك بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فعلاً هذه المسابقة امتازت ربما عن غيرها من المسابقات بأن المقياس الذي نعتمده في حفظ القرآن والتنقية للأحكام تجويد وللأداء أضفنا له المتميزين أضفنا له من اتفقنا على تسميتهم بي الموحدين وأيضاً الذين فقدوا أبصاره ولكن أعطاهم الله عز وجل تلكم البصيرة لذلك كي ينهدف من وراء ذلك من الأهداف التي نرجوها هو إبراز هذه النماذج هو أن لا نجعل ممن فقدوا شيئاً في حياتهم ممن رب عز وجل لحكمته التي أرادها نحالهم حاجة ولكن يقيناً عوضهم بأشياء أخرى عوضهم بكمالات أخرى ستظهر فقط الإنسان يبحث عنها فالحمد لله أنه كانت هذه الحصة تظهر هذه النماذج أنه نبرز هؤلاء الناس أنه نشجعوا آبائهم أمهاتهم لما يجي الأب والأم وقد تعب في تربية هذا الإبن لربما مصاب بالتوحد عدم القدرة على التواصل مع الآخرين ثم نبرز في هذا الجانب الإيجابي هذا الجانب يعني المبدع الذي تفاعل معه الناس أيما تفاعلوا فرحوا لما شافوا النماذج العام الماضي والعام هذا أيضاً نماذج بقوة ظهرت معنا يعني في تشجيع في نوع من التحفيز في نوع من بث الأمل لدى الآباء لدى الأمهات لما يكون عندك ولد من هذه الشاكلة بل كتقول بني هذا الولد ما فيهش يعني إيجابيات الخير أول ما فيهش طاقات أبداً فيه طاقات ولكن كيف ننمي هذه الطاقات كيف أغرس في ولدي كما غرس في أنس وكما غرس في أحلام وكما غرس قبل ذلك في الولاد يشفناه الكامل هذا حب القرآن الكريم تعلق بكلام الله عز وجل فأردنا تشجيع الآباء والأمهات أولاً إن سمي أسش الأمر الثاني فيه طاقات يعني مخبوعة في بلدنا الحبيب ولابد أن نخرجها للعلن الحمد لله نرى هذه النماذج هذه النماذج أيضاً من جانب التقييم بعض الناس يسألوا دائماً وعلاهم يجوزوش في المسابقة كالآخرين نقولوا هذه نماذج خارج إطار التقييم ما نقدرش نقيموها لأن يعني إمكاناتهم أكبر من أن تقيم يحفظون رقم الصفحة ورقم الآية وغيرها الجانب الآخر المهم هو التشجيع هو التحفيز لا بد أن نشجعهم هذا الولاد لما جبناهم كان نماذج لذلك ينبغي وزامر داود يعني يقيناً ستكرمهم في ختام لا مثل ما كرمنا العام الماضي يوسف حنشي تقريباً يوسف حنشي العام الماضي أخذ نفس الجائزة التي أخذها صاحب الجائزة وهذه فيها إشارة إلى ماذا إلى تكريم أمثال هؤلاء النماذج وحتى الآباء الأمهات الآن بإمكانهم توجيه أبنائهم نحو حفظ القرآن نحو حفظ الصنة النبوية بحول الله نعم ويوسف سيكون حاضر معنا استقتم ليوسف أكيد نعم إن شاء الله سيكون حاضر معنا يوسف حنشي الذي أبدع في العام الماضي سيكون ضيفنا في المحطات المقبلة من مسابقة مزامر داود كما ستكون ضيفتنا في هذا البرايم الموحدة لله أحلام التي ستبدع أيضاً وستتفاعلون معها في بيوتكم وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كما تعودنا منكم مشاهدي الكرام إذن فاصل قصير ونلقاكم بعدها لنشرع في فعالية هذه المسابقة